السلام عليكم تعالوا النهاردة نعمل بيتزا كدابة من خبز التوتيلة او خبز التوتيلة تعالوا نشوف هنعمله ازاي بمنتهى السهولة وقت ما نبقى مزنقين نفسنا ناكل بيتزا او عايزين نحط حاجة في اللانش بوكس او عايزين نعمل عشر خفيف حد من اصحاب الولاد جاي وعايزين نعمل له سناكس تعالوا نشوفوا في ثواني حيبقى عندنا احلى بيتزا كدابة يلا بينا تعالوا نبدأ طلعوا بقى كل الحاجات اللي عندكم في التلاجة والجبن اللي تحبوها الخضار اللي تحبوه وعملوا الانواع اللي تحبوها هي مجرد افكار وانتوا حطوا اللي تحبوه انا هعمل اول نوع دورين كده بيتزا من البابيروني هجيب العشر التوتيلة وانا هعمله لكم ان شاء الله نعمله في البيت مع بعض بدن ما تشتروا جاهز هحط كاتشك ممكن تحطوا سوس بيتزا لو عندكم انا دي هعملها طبقتين ممكن تعملوا طبقة واحدة ممكن تعملوا ثلاث طبقات هحط طبقة للجبنة دي بقى بتخلي البيتزا سايحة سايحة لان في طبقة جبنة تحت وحط واحدة تعيش كمان وهحط بقى الكاتشب تاني وهفردها وهحط جبنة وهحط بابيروني وهحط زتون اسود ممكن تحطوا خضار ممكن تحطوا اللي تحبوه بس دي افكار بس افكار هتخلينا في عشر دقيق عندنا بيتزا وده شكلها بعد بالزبط سبع دقيق في فرن سخن خلاص عندنا بيتزا بصوا ونقطعها بقى ونقسمها لاربعة فتخيلوا بقى لو عملتوا اتنين او تلاتة وقسمتوهم لاربعات او اكتر هيعملوا معاكوا كمية قد ايه تبقى حلو اوي في الحفلات والتجمعات وتعالوا بقى نوصها في سوريز بصوا لما بتبقى مثلسات كده بتبقى كأننا فعلا هنأكل بيتزا تعالوا بقى نوح للنوع اللي بعده النوع اللي بعده بقى عملته من الجبنة والهالابينو بس بس طعمه حكاية العشاق الهالابينو بجد حاجة حكاية بروس الجبنة وكمان بقى لو عندنا جبنة تشايدر صفر انا ما كانش عندي ساعتها بتبقى حلوة قوي مع الهالابينو بوس الجبنة وبحط الهالابينو وما حطتش لكاتشب ولا سوس ولا اي حاجة بس حكاية شوفوا البساطة ومع ذلك الطعم طالع حكاية وسبتها كمان انت قرمشت بتبقى القرمشة فيها تجند طبقة واحدة ومن غير سوس وحاجة ما خلتش معانا خمس دقائق ونيجي بقى للنوع الثالث النوع الثالث انا هعمله بفكرة بسيطة وبواقي تلاجة حرفيا هعملها طبقتين عشان تبقى غنية حطت الجبنة وبعدين حطت التورتيلة وهحط جبنة تاني عندي بقى بواقي تشيكن ستريبس من مبارح هقصها بالمقص واحط جبنة واحطها عليها عادي جدا اي بواقي تلاجة لو عندك فراخمة شوية فصصيها بواقي فراخمة شوية بواقي تشيكن ستريبس بواقي ناجتس اي حاجة بصوا هو صدر دجاج انا عملت منه اتنين عملت منه اتنين بيتزا قطعته بالمقص وحطت معاه الهالابينو حطت معاه بقى اللي انتوا عايزينه ويلا بينا عالفرن وتعالوا نشوف النتيجة بصوا بقى النتيجة بعد خمس دقايق بالضبط عشان الفرن ساخن مولع حاجة كده حكاية حكاية بجلد بقى عندنا بيتزا تجند تعالوا بقى نقطعها ونلومو ثلسات لو عملتوا منها اتنين احنا كده رمينا كمية رهيبة يعني هي الحاجة الوحيدة اللي مش بواقي هي الجبنة تقدروا بقى تعملوا جبنة ميكس بين الموزاريلا وبين اي نوع تاني عندكم براحتكم ونيجي الاخر نوع اللي هو محبب لقلبي جدا لان هو فعلا بيحسسني ان انا باكل بيتزا بجد وبجد في الطعمة هتحسوا بكده حطيت التورتلا وعليها الكاتشب وعليها الجبنة برضو زي ما قلتلكم عملوا ميكس زي ما تحبوا وهحط طبقة كمان من التورتلا عشان تبقى غنية وهحط كمان جبنة وهحط بقى خضار يعني كأني باكل بيتزا خضار هحط زتون هحط بصل احمر البصل احمر تعمو بيبقى تحفة 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 في البيتزا دي وهحط كمان خضار في الفل الوان وبس انا مش عايزة اكتر من كده انتو طبعا اي حاجة عايزين تضفوها او تشلوها يسلم بقى لو غشت زيت زتون على فوق كده هتبقى حكاية تعالوا نشوف بقى لما تطلع من الفن هضيف بقى عليها كاتشب كمان من فوق كده كده بقى 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 البيتزا بيتزا دي ولا مش بيتزا يعني ولازم تحكموا لما تدوقوا بجد بيتزا يعني كأننا بنأكل بيتزا وزي ما قلتلكم مش حنسى ان شاء الله حنعمل مع بعض خفزة توتيلة في البيت وبكده نكون خلصنا كل الانواع دي بافكار بسيطة ومن بواقى التلاجة تابعوني احنا عمل مع بعض حاجات كتير وافكار حلوة جاية تنسوش تفعلوا الجرس عشان يصلكم اني كل حاجة جديدة باي باي